من المواعظ الإمام زين العابدين عليه السلام قال الله الحكيم في كتابه الكريم أدع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كان الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة في كل جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه ابن آدم إن أجلك أسرع شيء إليك قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك فانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلا ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك ربنا نبهنا عن نومة الغافلين وأقل عثراتنا يا رب العالمين كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة